اكبر مشكلة بتقابلنا واصعب مشكلة بتقابلنا وكتير على فترة اللي فاتي دي كلنا مع بعضينا اللي هي مشكلة ايه الزيوت الطبعية ايه افضل الزيوت ايه انكة الزيوت ازاي اوصلها ازاي انتجها اجيبها يعني اوفرها منزليا المسائل ديت فاحنا الفترة دي اتجمعنا كل المشاكل دي والصعوبات ديت وهنقدم خلال الفترة اللي جاية مجموعة من الحلقات نشوف ازاي نعمل زيوت منزلية او نستخلص العناصر الفعالة من الاعشاب فتعالوا بينا يلا تفضلوا نشوف احنا البرنامج بتاعنا هيكون ايه النهار بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم مشكلة الزيوت مشكلة ازالية بقالها فترة كبيرة على مستوى العام ان اه في بعض الزيوت غير جيدة او غير صالحة للاستعمال فالنتيجة لذلك بتسبب مشاكل احنا بنيجي نعمل المجربة هنقول زيت اي زيت من زيوت العشاب بيجي الانسان بيشتري بتلقائية من بعض الاماكن الله يسمحهم بيكون في عدم مصداقية في المنتج بتاعهم وانا بقولش كله بعضه ولكن هنا بيقابلني مشكلة ان انا باخد منتج سيء فبيحصل مشكلة انا بيعالج مشكلة بيانتج بدل المشكلة مشكلتين تلاتة اربعة النهاردة هنبدأ في نتكلم عن ازاي نقدر نجيب او نحصل او نتوصل او ننتج في البيت على قدر استطاعتنا زيوت منزلية تنفع معانا في وصفاتنا وفي مجربات اه في زيوت ما فيش فيها كلام اللي هي لازم بتعتمد على العصر واحنا اتكلمنا قبل كده في حلقة سابقة من حلقات القديمة ان الزيوت اللي بتعتمد على العصر هي اللي زمها عصار في عصارات كبيرة دي التجارية في المصانع وفي الاماكن دي وفي عصارات صغيرة منزليا موجودة ولكن مش متوفرة في كل الاماكن او في كل الدول وحاليا يعني انت لو بحسنا عنها وفي استطاع انك تجيبها هتقول يا غالية شوية لكن صدقني انت كسبان اول واخر لانك ممكن عن طريق العصارة المنزلية بتوفر لك اه مجموعة كبيرة من العناصر الزيوت التي لا يتم او لا نستطيع الحصول عليها الا بالعصر النهاردة هنكلم في جانب تاني خالص اللي هي الزيوت اللي احنا او الاعشاب اللي ممكن ان احنا ناخد او نستخلص العناصر الفعالة والمواد الفعالة فيها ونحملها على زيوت نستعملها في مجربات يعني انا في عشبة معينة انا عاوز استعملها لشعري طيب هستعملها لشعري وهي حلها كعشبة تعملها صعبة فانا عشان حتى استخلص او حتى ازا يعني كيفية الحصول على المواد الفعالة اللي في العشبة ديت ان انا بستخلصها في زيت باستخدمه بعد كده في مجرباتنا كلنا طيب النهاردة هنقدم كل كل زيت وهندي مجربة لعلاج امر معين الزيت بتاع النهاردة هي او هو زيت اه العرعر زيت العرعر انا بستخلص المواد الفعالة اللي في حبوب او بزور العرعر بحملها في زيت زيتون انا اول زيت وده اللي بميله دايما زيت الزيتون تمام اه ايه فوايده ايه شجرة العرعر شجرة العرعر من انواق متعددة عشان نتكلم عليها بصفة عامة في عجالة عشان يبقى عندنا خلفية العرعر هو نبات اه دائم دائم يعني معمر يعني بيعيش لسنوات عديدة مش محصول سنوي وموجود في اغلب بلاد الوطن العربي بعض الناس ممكن يشوف البزور دي يقول دي مش شكل اللي عندي لا هو نبات واحد او هو الاسم عرعر ولكن بيختلف في شكل الصمار فما فيش مشكلة ولكن المواد الفعالة بصفة عامة هي واحد فالشجرة العرعر كل جزء فيها له فوايد للانسان وفي مجرباتنا اول شيء الاوراق بيستخدم بتستخدم بنظام معين ولها فوايد عظيمة جدا والصمار نفس الشيء بتستخدم وبيصنع منها آآ منتجات كتيرة جدا اللي هنتكلم عنها في حلقات بعد كده حتى الاخشاب العرعر لها استعمالات عظيمة آآ ومنزل قدم يعني مش امر جديد حتى احنا هنا نستخلص زيت بزور العرعر في زيت مشهور جدا ولو فوايد عظيمة في علاج التفايليات وعلاج بعض الامراض او بعض المشاكل الجلدية اللي هو اسمه زيت الاطران وزيت الاطران ده هو مش موضوعنا النهاردة ولكن ده بينتج من حرق اخشاب شجر او نبات العرعر في افران خاصة دي هنبقى نتكلم عنها في حلقة ولكن انا بتكلم عن النبات بصفة عام هنا النهاردة انا بتكلم في البزور ازاي استخلص المادة الفعالة لفي البزور انا هنا المقادير كالادي حضرتك او حضرتك انتي هنستعمل انا هقول المقدار الكبير وانا لو حبيت استعمل نسبة اقل انا بنصف الكمية اول شيء لتر من زيت الزيتون خالي اللتر ده مقابل له ايه متين جرام من بزور نبات العرعر متين جرام يعني ايه اقل من ربع كيلو طب حطيت ربع كيلو مفيش مشكلة انا علشان استخلص المادة الفعالة لو انا هسيبها السمار او البزور على حالها فترة هنتقلني عن شهرين الى تلات شهور بنصم معين وكده احنا دخلنا في وقت طويل الاممل فلتصريع العملية احنا هنا هنطحن بزور او سمار او حبوب العرعر حتى انا يتم التفاعل سريع ولكن لو طحنتها ما اعرضاش لحرارة ولا اسيبها مكشوفة دي المحاذير وبضيف المتين جرام او الربع كيلو من مطحون بزور العرعر الى لتر من زيت الزيتون النقل بعد ما اضيفه انا قدامي امرين طريقتين لاستخلاص زيت العرع هاي الطريقة الاولى هي طريقة بطيئة شوية ان انا بعد ما اطحنه واضيفه بتركه في الشمس في اماكن معرضة للشمس لفترة ما تقلش عن شهر وكل يومين انا برج الزجاجة واقلب الوضع بتاعي انا هنا في تجادة اغير تجادة اضعها كده اضعها كده ولكن هي مغلقة ويكون زجاج ما يكونش غامل دي في الاول لان انا عاوز اشعة الشمس تدخل على المخلوط فتؤدي الى خروج المادة الفعالة بتدفيها بدرجة حرارة سابتة ما تكونش درجة حرارة جديدة فبيحصل التفاعل ما بين الزيت والمطحون والمادة الفعالة بتبقى تترسب وتبقى موجودة في الزيت بتاعنا دي الطريقة ديت بتاخد حوالي شهر الى يعني من اسبوعين حسب مناطق الحرة لو مناطق مش حرة جدا ممكن تاخد لها شهر وطبعا هي تبقى صعبة على ستات او على بناتنا في الايام اللي احنا فيها لان احنا قاعد عصر سريع الطريقة السريعة ان احنا بنبقى حمام ماء ساخن بعد ما اضيف المقدار ده بضع المخلوط كله في اناء في حمام ساخن واتركه فترة اه درجة حرارة ما تزيدش عن خمسين الى ستين درجة طبعا دي بنحسها احنا كده اه يعني بتزيج على نار هادية واتركه فترة ما تقلش عن ساعتين بعد الساعتين انا بحس بتغيير في الزيت الريحة نفسها بلاقي زيت ريحة الزيت بدأ تظهر ريحة المطحون اللي هو بتاع بزور العرة وياريت عملية التسخين اثناء يكون الاناء اللي موجود فيه الخلطة بتاعتي يكون متغطي ومحكم ما يكونش مكشوف ليه متغطي ومحكم علشان ان هنا في زيود طيارة انا عاوزها ما يعني نحتفظ بيها لفماعة المخلوط نفسه وما نخسرهاش لان يا فاية فوائد كبيرة جدا طيب زيت العرعر ده الفوائده اول شيء اللي بشتكي من صدفية الرأس او صدفية فروة الرأس اه فطريات الشعر بيقوي الشعر بيدعمه بيلامعان طول كل المسائل دي كلها كل ما يخص من جمال شعر الانسان هو ما يلاقيه في زيت العرعر وخاصة ان هو قوي جدا في القضاء على الفطريات بل بعض الاحيان بالنسبة للاطفال اللي من سن اه يعني مثلا او للصغار لصغار السن ممكن ان احنا نستعمله للتخلص من بعض الحشرات زي القملة او الصقبان اللي موجود او بييجي نتيجة عدوى او اي امر فيه الاماكن اختلط الاطفال ببعض الاطفال المصابين في اماكن معينة فوائده عظيمة جدا اه فوائده لا تحصى ولا تعد طيب احنا لو عملنا كمية كبيرة من اه زيت العرع طيب انا هتركه ازاي مضعه في ايناء في زجاجي يكون اللون غامق اللون ويكون محكم الغلق ويفضل انا لو انت يعني عملنا كمية او مقدار من الزيت لان احنا بنحتاجه في وصفات كتير وفي اوقات كتير على مدار السنة انا هحافظ عليه ازاي قلنا في ايناء او في وعاء او في زوجة غامقة اللون ومحكم الغلق وعاوز اطول فترة ممكنة تستفاد او تحفظ الزيت اللي انت استخلصته منزليا يحفظ بالسلاجة يعني يحفظ مبارد ليه التبريد بيوقف اي فساد للزيت اللي احنا آآ جبناه اللي استعمال بتاعه يعني انا خلاص انا عملت زيت عرر في مشكلة في الشعر في كشور في صدفية راس اللي استعمال بقى ازاي اللي استعمال كالقاتي واستعمل مرة واحدة اسبوعيا لو الحالة جديدة ممكن مرتين يعني في حالات الصدفية الشعر آآ في في بداياتها بنستعمل نستعمله مرتين اسبوعين مرتين اسبوعيا مش مشكلة انا اخسل شعرك وويس وابنعمل عملية مساج وتدليق خفيف من الزيت اللي انا زيت العرق اللي انا طلعته ده. بعمل مساج خفيف لمدة لمدة ما تقلش عن تلات دقايق. لحين ما حس ان الرأس والشعر فروط الرأس والشعر تشرب الزيت. بسيبه على الحالة ديت فترة لا تقل عن ساعتين الى تلات ساعات. آآ ممكن لو انا هنام فترة بسيطة واغطي شعري بغطاء قطني بلاش الياف وبلاش كلام من ده. وبعد كده بغسله بالشامبو المناسب ليه حسب الحالة. طبعا كل واحد عارف الشامبو المناسب له. طبعا المجربة دي ديت كل انواع الشعر بتفيد معها وهنا دي علاجية ليه? زي ما قلنا لكل المسائل دي كلها آآ يعني النهاردة حد مفيش حد عنده ساقط شعر نادر جدا الا ما نلاقي عنده فيه كشور في الرأس. بنلاقي فيه فطريات. لان الكشور بيجيب فطريات او الفطريات بيجيب كشور فهي عملية متربطة مع بعضها. فاذا انا قضيت على فطريات الرأس يبقى مش هيبقى فيه كشور يبقى مش هيكون فيه تساقط لان لو لو التربة او يعني التربة اللي فيها النبات صالحة وطهرة او يعني نقية في آآ ما فيش فيها فطريات او لا هيوجد فيها ازة فالنبات هيكون صالح. كذلك الشعر تربته هو فروت الرأس هو جزوره موجودة فيه. فان كانت التربة صالحة اللي هي فروت الرأس يبقى الشعر هتكون قوية مع استعمالنا للزيوت والكريمات بتاعتنا الخاصة هيبقى فيه شعر جميل طويل قوي ما اللي بيشتكوا من موضوع الشعر القصير اللي هو الشعر ما بيطولش كل دي مكوية وان شاء الله هيرو آآ يعني آآ نتائج عجيبة جدا ونتائج جميلة جدا ومفيدة لهم وآآ اتمنى تكون الحلقة عجبتكم وآآ ما ننساش الاشتراك في القناة خلاص قربنا من المليون وآآ انتظركم او ننتظرونا في الحلقة القادمة هنقدم زيت من الزيوت الجميلة المفيدة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة